طبعا العلاقات المصرية الألمانية علاقات متميزة ونتكلم على 70 عام من العلاقات المصرية الألمانية وأيضا على هامش زيارة سيد رئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا لكن الملف الاقتصادي والتعاون الاقتصادي المصري الألماني والمكتسبات الاقتصادية للمشاركة أيضا في قمة بيترسبورج لألمانيا خلينا نتحدث أكتر عن الملف الاقتصادي مع دفنر منوارنا في الستوديو الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي مساء الخير عليك يا دكتور علي سألنا على حضرك وعلى كل سيدة مشاهديك يمكن بنتكلم عن ارتفاع في التبادل التجاري بين مصر وألمانيا لو هنتكلم بالأرقام فمن 2020 إلى 2021 في حوالي نصف مليار زيادة بما يتم بقى دلوقتي من الأزمة الروسية الأوكرانية وأيضا استمرار لجائحة كورونا فهل احنا شايفين بزيادة أيضا في عام 2022 في التعاون المصري الألماني الاقتصادي وخليني كمان أسأل حضرتك عن أي القطاعات اللي تتضح فيها قوة العلاقات الاقتصادية ما بين القاهرة وبرلين بسم الله الرحمن الرحيم خليني نقول طبعا يعني الأزمة اللي احنا شايفينها على مصر العالم المتبطة بروسيا وأوكرانيا واللي فرضت تحديات كبيرة جدا على الاقتصاد العالمي من حيث طباطه في معادية النمو وأصبح دلوقتي السبيل المزيد من التعاون الاقتصادي ما بين الدول وبالأخص لما بيكون الدول بتمتلك علاقات تاريخية يمكن حضرتك بتحدثي عن أكثر من حوالي 70 عام من التعاون الاقتصادي في عديد من القطاعات مصر طبعا خلال السنوات القليلة الماضية حوالي 9 سنوات الماضية كأننا شايفين تعاون في كتير من القطاعات أبرزها طبعا قطاع الطاقة ويمكن شوفنا شركة سيمونز يكال ليها دور كبير جدا في ملف الطاقة كهبائية في مصر احنا كنا بنمر بالأزمة كبيرة جدا يمكن بالأخص في عام 2012 إزاي نحن قدرنا نحقق زيادات كبيرة جدا في الإنتاج وتخطينا محارة الاكتفاء الذاتي وبعدنا فوائب نوجهها للتصدير كمان يمكن على مستوى النقل والمواصلات فيه هناك تعاون كبير جدا ما بين الدولتين احنا عندنا معدلات التبايد التجاري يمكن بتصل لحوالي 6 مليار دولار لكن طبعا الميزان التجاري هو اللي صالح ألمانيا بحكم أن احنا بنستورد منها يمكن آلات ومعدات سيارات وغيرها من المنتجات السقيلة اللي يمكن بتأثر بشكل واضح في الميزان التجاري احنا يمكن حجم صدراتنا في حدود المليار دولار لكن بنستورد بحوالي يمكن 5 مليار دولار تقريبا ده تبقى للعام الماضي نأمل أن يحصل تحسن كمان في حجم الصدرات المصرية اللي احنا بنوجهها لبرلين نوعية صدرات المصرية الألمانية تنمع خدر فاكهة من صدرات معظمها سلع زراعية وده طبعا اللي مخلي يمكن يعني إجمالي أو قيمة الصدرات مقارنة بما أن السورده يمكن يكون قليل بعض الشيء لكن طبعا يعني خلينا نقول ان احنا تنيرا نتحرك على فكرة توطين الصناعة لان ده بعده هيبقى مهم جدا خلال فترة اللي جاية ان احنا هيبقى عندنا صدرات صناعية هتقدر تدي يعني وزن أكبر بشكل كبير للصدرات لكن فكرة الاعتماد بشكل أكبر على السلع الضراعية ما بيبقاش طبعا القيمة بتاعتها زي السلع المصنعة كمان فكرة الاستثمارات يعني احنا بنتكلم على استثمارات الألمانية في مصر يعني نتكلم على 900 شركة ألمانية 900 شركة ألمانية موجودة بنتكلم على يعني حوالي 2.9 مليار دولار إجمالي الاستثمارات الألمانية نأمل طبعا الفترة اللي جاية ان حجم الاستثمارات دي يبتدي ان هو يزيد ويتضعف وخلينا نقول كمان ان التوقيت الحالي في يعني مصالح مشتركة للترافين سواء لي مصر أو لي ألمانيا ألمانيا طبعا في الأزمة الحالية وأزمة الغاز يمكن ألمانيا بتعتمد على أكثر من 50% من احتياجاتها من الغاز الروسي وده دلوقتي اللي بيخلي منطقة اليورو كلها تبترى تبحث عن يغرقهم طبعا كمان أميش تبحث عن بدائل من ضمن البدائل دي أصبح الملف المصري مطروح ويمكن كمان رئيس السيسي تحدث اليوم عن مصر وأكد على فكرة استعداد مصر لتقديم احتياجات الروضان من الغاز لا أي مدى ممكن أن مصر تكون يعني بديل لسوق الغاز الروسي في برلين مع وجود منتدى غاز شرق المتوسط وعقل الظهر والاكتفاء الذاتي اللي حصل في مصر من الغاز الطبيعي احنا حققنا الاجتفاء من الغاز الطبيعي يمكن في نهاية 2018 وبعد كده يكون عندها فوائد يبدأ راجحة للتصديق فكرة ان احنا نغطي كل احتياجات القارة الأوروبية من الغاز هو أمر غاية في الصعوبة غاية في الصعوبة وعشان كده سيد رئيس عبد الفتاح يسيسي قدر الإمكانات المصرية وكمان احنا عندنا أولوية للسوق المحلي يعني انا بادو مش هصدى لها بنتجه وبعد كده يبقى عندي عكس بالعكس احنا قبدينا استعدادنا ان الفوائد اللي لدينا هنبدأ ان احنا نضع أولوية للقارة الأوروبية وانهم كمان شريك تجاري مهم جدا للدولة رسالية مش بتكلم على ألمانيا بس لكن على منطرة اليورو ككل لكن هو يمكن دلوقتي منطرة اليورو بتحاول ان هي كل الدول تبدأ تفتح مجالات للتعاون لسد احتياجاتها من الغاز يعني احنا شفنا ازاي ان ألمانيا فتحة يمكن ملف التعاون مع مصر لغطي احتياجاتها هبتداء نشوف كمان ايطاليا يمكن كانت عملت اتفاع من ساعات مع الجزايا برضو اللي تلبيت احتياجاتها من الغاز وبالتالي هي دول المنطرة بتحاول ان هي تشوف فدائل في ظل خطة منطرة اليورو ان هي تقلل من وردات الغاز الروسي بحوالي 90% في نهاية العام الحالي فدولة اللي بيخليهم يبحث عن فدائل الدول اللي قدرت ان هي تحقق نجاح على مستوى الاستكشافات بالنسبة للغاز وعندها فوائد زي مصر قدرت طبعا هي تستفيد من الاتفاعات الكبيرة اللي حصلت فيه الغاز الطبيعي طيب ونحن نتكلم انه اوروبا بتحاول توفير الطاقة بأي طرق حتى الدول اللي كانت توقفت عن استخدام الوقود الاحفوري عادت لاستخدامه ونحن نتحدث هنا كمان عن ألمانيا طبعا لما حدث من أزمة الطاقة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية فأعتقد أن هناك ازدواء قوي في مسألة توفير الطاقة والتغيرات المناخية ومجابهة التغيرات المناخية وأن هذه الدول تفي بالتزاماتها في مسألة التغيرات المناخية ملف الطاقة الجديدة ومتجددة هو ملف أصله مستمر ويمكن مع الارتفاعات الكبيرة اللي ابتدت تحصل في الطاقة التقليدية بشكل عام سواء كانت البترول أو الغاز الطبيعي أو حتى على الفحر ابتدى دوت اللي بيزود بشكل كبير من الاهتمام والاستثمار في الطاقة الجديدة ومتجددة كمان التوترات السياسية والعسكرية اللي بقت موجودة دي كمان ابتدت أن هي تركز بشكل أكبر الدول على ملف الطاقة الجديدة ومتجددة بجانب طبعا يظل الملف تغير المناخ والتلوث اللي بيتحمل تكلفته العالم كله دون استثناء دي كلها يمكن نقاط وعوامل أساسية بتخلي الدول تسعى بجهد كبير جدا للطاقة الجديدة ومتجددة الاهتمام بالطاقة الجديدة ومتجددة يمكن بيزيد قوي مع ارتفاعات أسعار الطاقة التقليدية لكن على سبيل المثال في فترة كورونا لما الأسعار كانت منخفضة جدا وبأمير نفط على سبيل المثال كان في حدود الـ 45 دولار ما كانش الاهتمام كبير جدا في الفترة دي دايما الاهتمام بيظهر وبيبتدي يبقى فيه نوع من أنواع الزخم والتعاون بشكل كبير في فكرة الاستسماع على الطاقة الجديدة ومتجددة لما بيكون أسعار الطاقة التقليدية البتول والغاز والفحم البتتين هي تتفع بشكل كبير العالم دلوقتي مع التغير المناخ والمشاكل المستمرة دي ابتدى أنه هو وكمان طبعا مشاكل المتابطة بالحصول على الطاقة التقليدية وأسعارها ابتدى أنه هو كمان يقطع خطوات مهمة جدا اتجاه فكرة الاعتماد على الطاقة الجديدة ومتجددة لكن تظل إشكالية أساسية وهي مرتبطة بالدول النامية ويمكن فخامة الرئيس أكد على فكرة أن الدول النامية علشان تبتدي أنها تتحرك على الملف دولة محتاجة دعم حقيقي يتوفر لها لكن مستحيل أن الدول النامية في الظل مشاكل مرتبطة بالمديونية وأزمة غزاء حقيقية أصبحت بتسيطر على العالم أن دلوقتي يتوجه استثماراتها اتجاه الطاقة الجديدة ومتجددة اللي الاستثمار فيها بيبقى مكلف جدا تكنولوجيا بتبقى مرتفعة جدا وفي نفس الوقت العائد والمرضود منها مش هيديني برضو نفس العطاء أو القوة اللي بتدهوننا الطاقة التقليدية يعني الموضوع برضو محتاج تكنولوجيا كبيرة جدا علشان نقدر أن احنا نستثمر فيها فعلشان الدول النامية تقدر أن هي تتحرك على الملف دولة محتاجة أكيد دعم والدعم ده لغاية اللحظة ديات ما نقدرش نقول أن الدول المتقدمة الدول الغنية قدمت الدعم اللازم للدول النامية عشان كده دايما فخامة الرئيس بيقرر التأكيد على جملة ديات لازم توفر الدعم للدول النامية عشان يتحركوا لأنها على فكرة الدول النامية هي أكبر مستقبل أساسا للتلوث اللي سببه الدول الصناعية يعني هي الدول الغنية والدول الصناعية هي السبب الرئيسي في ارتفاع معادلات التلوث على مستوى العالم وجزء أكيد في مشكلة تغير المناخ لكي الدول النامية هي اللي بتتحمل هذه الخسايا وكمان الدول المتقدمة والغنية بتطالبها بأنها تتحرك اتجاه ملف الطاقة جديرة ومتجددة لكن طبعا لا الزروف ولا الإمكانيات ترضى أنها تساعدها طب يمكن تحدث اليوم المستشار الألماني أولاف ترولز عن مسألة الهيدروجين الأخضر وأنه مصر يمكن أن تكون مصدرة للهيدروجين الأخضر إلى أي مدى يعني إمكانيات الدولة المصرية تسمح بها؟ إحنا أطعنا بعض خطوات يمكن يعني فكرة الهيدروجين الأخضر الطاقة الشمسية طاقة الريح إحنا تحركنا على مصادر كتيرة جدا من طاقة بزبط بان بان في أسوان إحنا تحركنا على تنوع مصادر الطاقة في مصر سواء كان جزء مطارب بالاستثمارات في الطاقة التقليدية أو جزء آخر مطارب بالاستثمارات اللي بتضخ في الطاقة الجديدة ومتجددة سواء على الجزء الخاص به الهيدروجين أو الطاقة الشمسية أو الطاقة الريح أو غيرها من المصاقة المائية أو غيرها من المصادر الأخرى لكن الفكرة كلها أننا تدريجيا الدولة بتحاول أنها ترفع من نسبة اعتمادها على الطاقة الجديدة والمتقدرة قد تصل لحوالي 30% خلال السنوات القادمة وده كمان جزء مهم جدا أننا يكون عندنا نوع من أنواع التنوع في الاعتماد على مصادر الطاقة وده أكيد اللي كمان بيقلل بعد ذلك من فاتورة الاسترادة ويبتري أنه هو يعالج لمشاكل تغير المناخ ويبتري كمان يجذب استثمارات جديدة لأننا بعده ما ينساش أننا في الفترة اللي فاتت بداية نزل سيادات خضاء كان جزء رئيسي منها تمويل المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة ومتقدرة وأنا عايز أسألك عن مسألة الاستثمارات الألمانية وجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية للسوق المصرية هنتكلم مثلا عن أنه مصانع لتصنيع السيارات كتير توقفت وألمانية طبعا دولة رائدة في هذه الصناعة أيضا نسألة تدوير النفايات مجال الطاقة إيه هي اللي إحنا محتاجينه علشان نقدر أن نجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للسوق المصرية برأيك الاقتصاد الألماني في البداية هو عنده مشكلتين في الوقت جزء مطابق به العصول على الطاقة وجزء آخر مطابق به الشراحة الإلكترونية أو مايكروشيبس اللي أساسا 90% من إنتاجها على مصر العالم بيجي من كوريا الجنوبية وطايوان وبالتالي هما مشكلتين بيعاني منها عديد من المصانع في ألمانيا فكرة أنه إحنا نبتدي نجذب المصانع دي النهية تدريجية تبقى موجودة على أرض مصر حتى لو إحنا بنتكلم على صناعة الصراعات العسلية المثال يبقى فيها نوع من أنواع التجميع ده محتاج أكيد جزء كبير من الحوافز اللي تبتدي تتقدم بيها مصر للشركات الألمانية بحيث أن هي تبتدي تنقل جزء من استثماراتها وفي نفس الوقت تستفيد من منطرة تجارة حرة إفريقية بقت موجودة حيث تنفيذ يعني ده إحنا مش بنتكلم بس على استفادة السوق المصري من الصناعات دي لكن إزاي أن القارة الإفريقية كمان تقدر أن هي تستفيد وعلى فكرة يمكن كان فيه تجربة مهمة جدا ما بين فرنسا وما بين المغرب خلال السنوات الماضية في تصنيع إحدى سياراته وكانت المغرب حققت نجاح كبير جدا في هذا ملف مصر الذي همين الخبرات والإمكانيات أن هي كمان تنقل نفس التجربة لكن محتاجين أكيد مديد من الحوافز ومحتاجين كمان أن مجلس رجال الأعمال المشارك بقى المصر الألماني أنه هو كمان يتحرك لأن الموضوع مش هيمشي بس ما بين حكومات لكن إحنا محتاجين أن كمان القطاع الخاصي يتحرك من الطرفين عشان نبدأ نشوف كمان يمكن خطوات سريعة استثمارات شريكة كبيرة بحجم سيمينس في مصر ومشروع القطار السريع اللي يمكن الحكومة الألمانية بنفسها قالت أنه مشروع استراتيجي كبير بالنسبة للحكومة الألمانية إلى أي مدى ممكن يكون لمشروع زي ده أثر إيجابي على مسألة جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية لمصر هي الفكرة كلها أن إحنا يمكن بدأنا بحركة تطوير كبيرة جدا في النقل وكمان إحنا شفنا عديد من التجارب اللي كانت كمان جزء منها موجود داخل القارة الفرقية بعض الدول الفرقية كمان يمكن كانت عملت التجربة دي إحنا هناوقت بنبتري أن إحنا نستفيد من الخبرات اللي موجودة في ألمانيا في ملف النقل والمواصلات وفي نفس الوقت إزاي إن إحنا نوفى خدمة تكون أفضل فكرة إن كمان تكون دي يكون ده مشروع ونواء لي مشاريع أخرى ممكن تكون موجودة لكن إن إحنا كمان بنعمل فيه هو فكرة إن إحنا يكون عندنا عمليات تصنيع لهذه الوسائل الحديثة يعني إحنا كمان ابتدنا نتحرك على يمكن في الجزء الخاص به استكراك الحديثية كان بدأنا الأول بعمليات استراد لكن بعد كده تدريجيا نبتدنا نخش فيه عمليات التصنيع نأمل إن ده كمان يبقى موجود فيه كافة وسائل المتطورة اللي مصر بتدري تتحرك عليها سواء القطر سريع أو المونوريلا أو غيرها من هذه المشروعات لإن ده كمان اللي هيسمح لنا إن إحنا بس مش فكرة التوفير لإحتياجات الخاصة بالسوق المحلي لكن كمان القرى الإفرقية بتعاني بشكل كبير جدا من ضعف الوسائل الموصلات والبنية التحتية لديها وده كمان يعني يمكن ملف إحنا استفدنا منه في المشروعات اللي إحنا قمنا بيها على مستوى الطرق وإزاي إن كمان بقى فيه تعاومة بين مصر وعديد من دول الإفرقية في الملف دوت كمان إحنا بنأمل إن إحنا على ملف الوسائل النقل الحديثة إن إحنا كمان نبتد نتحرك بالملف دوت العديد من الدول الإفرقية اللي في أشد الإحتياج دي صحيح ويمكن تحرك الدولة المصرية ممثلة في رئيس عبدالفتاح السيسي والزيارة الهامة اللي بتحصل في برلين دلوقتي ومشاركة سيد رئيس عبدالفتاح السيسي في مائدة مستديرة مع ممثلين رجال الأعمال وكبريات الشركات الصناعية في ألمانيا بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين المصريين والألمان بيخدم هذا الملف وبيخدم الملف الاقتصادي والتعاون الاقتصادي المصري الألماني بشكل كبير هي بتبقى فاصة أن احنا نوج للفاصل الاستثمائية المتاحة للحوافز اللي احنا بنقدر نقدمها للقطاع الخاص للتعاونيات حتى اللي حصلت في التسهيلات اللي كانت موجودة والبنية التحتية اللي تم يعني جهود كبيرة جدا حصلت في البنية التحتية محددات الاستثمائية كلها نهي يكون معلنة وكمان خطة الدولة اللي أعلنتها بإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص في حجم الاستثمائية المنفذة أنها تصل لي 60% على مدار ثلاث سنوات قادمة أكيد ده جزء مهم جدا إزاي بيتم التأكيد عليه التأكيد على وجود القطاع الخاص وفي نفس الوقت احنا فكرة الاستثمائية الأجنبي المباشر وبالأخص ما يكون من الاقتصاد الألماني احنا أكيد زينا زي كتير من الاقتصادات النشأة اللي محتاجة أن يكون فيه نقل لي رؤوس أموال أجنبية أن هي تدخل للإقتصاد المصري نقل لي الخبرات اللي تبقى موجودة لأن احنا بنتحرك على ملف زي توطين الصناعة ملف توطين الصناعة ده عشان أقدر حقا في استفادة جبيرة جدا أنا محتاج التكنولوجيا المتطورة محتاج أن يبقى عندي رؤوس أموال تبتلين هي تخش لي الاقتصاد وبالتالي أدري حقا بقى عوائد كبيرة جدا سواء بقى الاكتفاءة الذاتي أن أنا أزود حجم من الصدرات الصناعية أقل من فطورة الاستراض أبتدي كمان إن ساعي صرف الجنيه يبتدي أن هو يتحسن أمام العملات الأجنبية وغيرها من العوائد الأخرى فبالتالي علشان أتحرك بشكل سريع على ملف توطين الصناعة لازم يبقى معايا شريك قوي بحجم طبعا الاقتصاد الألماني بما يملكه من خبرات كبيرة جدا في قطاع الصناعة ملف الغذاء يمكن من الملفات الهمة جدا طبعا وملف تأثر بشكل كبير بالأزمة الروسية الأوكرانية ويمكن كان من أيام فيه تصريحات للمفاوضية الأوروبية أنه يعني حنتعاون مع سيد رئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص ملف الغذاء وده يمكن يعني بيعكس بشكل كبير الإدارة الجيدة للدولة المصرية للأزمة العالمية للغذاء ونقص سلاسل الغذاء العالمية ملف الغذاء طبعا يعني مشكلة كبيرة جدا العالم كله دلوقتي بيتحدث عنها سواء مفاوضية الأوروبية أو حتى يمكن قبليها يمكن كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كان تحدث عن هذا الأمر وتحدث عن يمكن مساعدات خاصة بأمن الغذائي وتوفير الأمن الغذائي لكن المشكلة الأساسية دلوقتي بقت مرتبطة مش بس بارتفاع أسعار الغذاء لكن كيفية الحصول عليه وده يمكن مشكلة كبيرة جدا لأن القوى اللي بتتسارع في الوقت الراهن بتسارع على نسبة كبيرة جدا من الأمح والحبوب على مستوى العالم ده أثر طبعا على الأسعار الغذاء وكيفية الحصول عليه يعني كمان حتى مش مشكلة أسعار ده مشكلة أن الأمح ده وتيوصل إزاي أن الحبوب دي توصل إزاي اللوجستيات دي كلها بتعاني من مشاكل كبيرة جدا أزمة التوريد وبالتالي عملية أن يكون فيه تعاون ما بين فواضيع الأوروبية وما بين مصر أكيد لي بحس حلول لوصول الأمح والحبوب والعمل على حل أزمة الغذاء اللي بيمر بها يمكن العالم كله أكيد دوت هيكون أمر مهم وفي صالح العالم كله يعني احنا حتى مش بنتحدث عن الدولة المصرية فقط لكن يمكن حتى السيادة الرئيس بيتحدث على مستوى عديد من الدول بالضبط لأن كثير من الدول الأفريقية كمان وضعها في غاية الصعوبة يعني لا تنتلك المال ولا تنتلك حتى إمكانية الحصول على الغذاء القوى العظمى كلها بتتصارع فبالتالي حجم المساعدات كمان يبتدى أنه يقل بشكل كبير جدا فده وضع صعب وكمان حالة الضبابية وعدم اليقين متى سوف تنتهي الأزمة شكل الانتهاء دي كلها يمكن سنانيوهات صعبة جدا التصريحات حتى اللي بتخرج من صندوق النقد الدولة أو بنك الدولة للأسف الشديد هي تصريحات متشأمة جدا فبالتالي ده كله أمر صعب حالة من التضخم العالمي طبعا بسبب الأزمة موجة تضخمية مستمرة وكمان للأسف الشديد دلوقتي احنا شايفين أن البنوك المكازية هي اللي أصبح لها الكلمة العليا بمعنى أن احنا بنشوف مثلا الفضالي بيافة أصعار الفايدة فالدولار بيبتدي سعر صرف ويعتفع بشكل كبير البنك المكازي الأوروبي عشان تأخذ في القرار فشايفين أن حصل نوع من أنواع التراجع أو السبات لغاية لما العملتين تساووا بعد كده متوقع طبعا الأيام الجاية مع رفع أصعار الفايدة من قبل وضع صعب جدا تكلفة السترات كلها بتبتلي أنها ترتفع وده يمكن الجزء بيعاني منه كتير مدروم ضمنها مصر ما نقدرش ننك بيأثر علينا زيادة في حجم معادلات التضخم وبالأخص الجزء المطور بالتضخم المستورد فبالتالي تكلفة بترتفع بشكل كبير وبيأثر كمان على مستورات المعيشة الداخل الحقيقي برامج الحماية الاجتماعية بيحتاج أن يحصل فيها نوع من أنواع التعديل مستورات الدعم اللي بتقدمها الحكومات بيحتاج أنه يزيد أكثر من كده طيب بعده في نقطة لما بيزيد الدعم والإنفاق الحكومي على برامج الحماية الاجتماعية معناها أن فيه زيادة فيه العجز الخاص بالموازنة بالتالي زيادة فيه حجم الدين العام معناها زيادة فيه يعني جملة كبيرة جدا من المشاكل وفي النهاية بردو مهما كانت أي حكومة حتى لو كانت حكومة مصرية بتقدم من مساعداتها بردو مش هتقدر أنها تقفر أو تغطي كل الزيادات اللي بتحصل في أسعار الصرف العملات وأسعار كمان السلع يعني إحنا مش بنتكلم بس على الانخفاض اللي بيحصل في سعر صرف الجنيه أمام الدولار أو العملات الأجنمية لكن إحنا كمان بنتكلم على مشكلة تانية منطبطة من السلع اللي إحنا بنستوردها كمان أسعارها بتبتدي تزيد عشان كده يمكن سيادة رئيس بتاعة يتكلم إيه إحنا عاوزين نوصل لمساعدات أعلى من الاكتفاء الزاتي وبالأخص كمان يمكن توطين الصناعات توطين الصناعات الجزء الخاص بإزراعة الأمح على سبيل المسائل زي نحنا تدريجيا نقلم من فاتورة الصناعات منتجات البترولية دي كلها يمكن ملفات إحنا بنحاول نحنا نسم الأمح المصري سندي يعني شيء في المسارة حالة النجاح طبعا ما نقدرش ننكر لأنه يعني حاجة بالنسبة لنا استراتيجية جدا جدا وأبن قومي بالضبط أبن قومي لكن بعده إحنا 100 مليون أخطر من 100 مليون والعدد أو التعداد السكاني بيبتدي أنه يزيد فبالتالي حجم الطلب بيبتدي يزيد فدي كلها بعده وما هي الظروف عادية كمان إحنا يعني في أزمة بيعيشها العالم كله بيعيشها العالم كله من يقص غزاء ونقص طفل فمحتاجة طبعا الجهود تتضاعف كمان عشان نقدر إحنا نعالج المشاكل دي كلها لكن الوضع اللي إحنا بنحاول نتحرك عليه واللي يمكن فردته الأزمة دي وخلينا نقول كمان مش الأزمة الغينا كمان الأزمة اللي لديها جائحة كورونا اللي مستمرة لحد وضعه شكل جديد للعلاقات الاقتصادية الدولية بمعنى إن كنا للعقود كثيرة جدا الفكر المسيطر هو التعاون والمنافسة والعلمة الاقتصادية والعلم قرية صغيرة وخلافه من بداية تدعيات كورونا كل الاقتصادات تتريد إن هي ترفع على نفسها كل الدولة بحاجة تسعى للأقلامة بالضبط وكل الاقتصاد يعتمد على نفسه بشكل أكبر وفكرة حتى التقديم المساعدات من المؤسسات الدولية أصبح كمان فيه نوع من أنواع التراجع بشكل كبير لأن خلاص القوة العظمى اللي حتى بسيطرة على المؤسسات الدولية في حل الصراع مستمر ومشعافين حتى يمكن الصراع دوت ممكن ينتهي إزاي لأن خلاص كل حتى العقوبات اللي بيتم فرضها يعني عاوز أقول إن هي مش بتفارد على جهة أقصاد جهة لكن هي العقوبات بيتحمل خسائها الجميع صحيح دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي أنا مشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا دكتور وأكيد للحديث باقي إن شاء الله اشتركوا في القناة